السلام عليكم زي ما وعدتكم هنعمل بلاي لست كاملة الانواع لجز سواء لجز البسمتي او لجز المصري اي نوع رز وده اول فيديو في البلاي لست بتاعت الرز هنعمل رز بسمتي بالخضار بطريقة سهلة جدا الناس اللي بتخاف ان هو يعجل منها الناس اللي ما بتعافش تعمله تعالوا نشوف هنعملوا ازاي هتعتمدوا ان شاء الله وحيبقى من اسهل انواع رز اللي ممكن تعملوها جنب اي اكل عندكم يلا بينا تعالوا نشوف ازاي مبدئيا كده انا بنقع جز البسمتي لمدة ساعة في المية وبعدين بخسله كويس قوي وصفيه لغاية ما المية تبقى صفية معي خالص نصفيه كويس جدا وتعالوا بقى في حلة سخنة حلة تكون بتحبوا تعملوا فيها جز ما بتلزقش ننزل بسمنة الجز محتاج سمنة ممكن طبعا زيت بس يعني ادام بنعمله بطريقة احترافية وحلوة هنحط سمنة حطيت معلقة من السمنة جي او بلدي اللي يعجبكم وبعدين نزلت بالهيل او الحبهان ونزلت بورق لوري ونزلت كمان بعود من الارفة هنزل بقى دلوقتي بالجز بتاعي اللي صفيته كويس جدا واهم حاجة يكون بتصفي كويس جدا لان انا محتاجة ناشف مش محتاجة مبلول خالص لان انا بحب اشوحه وهو ده السر اللي هيخليه ما ياخدش مننا وقت خالص خالص ولا هياخد مية كتير عشان نقعناه وكمان هنشوحه هيتعامل معاملة الجز العادي خالص بعد ما نعمل الخطوات دي دلوقتي بقى باشوحه في السمنة كويس جدا لمدة خمس دقايب والنار بتاعتي عالية عادي جدا وهسمعكو الصوت اللي انا عايزاه هو ده الصوت اللي انا عايزاه ان يبقى بيتشوح والصوت ده احنا سمعينه دلوقتي بقى هنزل بالخضار بتاعي انا مستخدمة الخضار الفروزن او المجمد المشكل وهو ده انسب خضار يتعمل بيه الوز لانه متعرض للحرارة قبل كده فهيستوي معايا بسرعة جدا هشوح بقى الخضار مع الوز وشوحوه كويس جدا هيا دي اهم مرحلة تمعين الصوت الصوت ان هو بيتشوح كويس جدا انا عايزة الصوت ده افضل اشوحو لغاية ما تلاقي الرز هو بيلزق في بعضه في الحلة لما رز يبتدي يلزق في بعضه كده في الحلة هنبقى جهزين ان احنا نملح ونحط الميا بس انا هحط مرق دجاج معلقة واحدة بس من مرق الدجاج الباودر عايزين تسترنوا عنها براحتكو عايزين بدل الميا تحطوا مرقه برضو حيبقى طعمه حلو قوي بس انا بحب احط مرق دجاج عشان مش بحب الونه بحب يكون لونه ابيض فلو مرقه هيغير اللون شوية حطيت اهو معلقة من مرق الدجاج البودرة ممكن طبعا تحط مكعب وحطيت ملح وهقلب كل ده مع بعضه وانزل بقى بالميا بتاعتي الميا بتاعتي بقى اللي انا حطيتها عادية جدا زي الرز العادي حطيت لكل كوباية رز كوباية ميا بلاش نزود ميا وفي الاخر نلاقيه عجل مننا التشويحة ونوع الرز بيفرقوا جدا في موضوع الميا لو احتاجتوا بعدين ممكن تزودوا لكن لو زودتوا ومش هتعرفوا تنقصوا هسيبوا بقى يغلي كل ده انا موطتش النار هسيبوا يغلي كويس جدا يشرب الميا بتاعته واول ما يبتدي يعمل الفقعات دي شايفينها الفقعات دي او البابل دي اهي شايفينها اول ما يبتدي يعملها اوطي بقى النار بغطي على نار وطية خالص شمعة في الاغلب بياخد معايا من 15 دقيقة ل 20 دقيقة على النار الوطية خالص وطبعا هنبص عليه بعد الربع ساعة شايفين جماله فلفل كده اهو شرب ميته بصوا الفلفلة كل رز برزتها وبتلمع من السمنة بصوك جميل مفيش اسهل من كده يارب يكون الفيديو ده مفيد للناس اللي ما بتعرفش تعمل وتزبط الرز البسمتي او الناس اللي لسه مبطرقة في الطبخ يارب يعجبكم ولو عجبكم بعتولي اصحابكم وتنسوش تعملوا اللايك وتفعلوا الجرس باي باي اشتركوا في القناة